هذا وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ووزير البترول طريق الملة وعددان من الوزراء والمسؤولين بشركة النصر للكيمويات الوسيطة جاء ذلك عقب جولة التفاقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابعة لشركة النصر بالعين السخنة بالسويس والذي تم تنفيذه بوسطة تحالف شركتي بيتروجيت المصرية وتيسين كروب الألمانية